فاضح وعلى بيدي السلام عليكم زي يكون عين الحمى وفيات أما تعود مع أمو كلا عشان الناس بتوصغني رحمة ازيكم ازيكم شوقك مع دارهم ازيكم شوق الدنيا مع دارهم رحب الطريجة في زحم الله شنو سخان الليلة يا جماعة بس الله ينزلينا مطر الليلة ويا شنو آآ في مظاهرات وي مظاهرات أنا مش شعر عمطر بكم مظاهر 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 ماشا وين ماشا المكتب يا جماعة عندي الليلة مواعيد مع شعراء افترض اخلص معاون عقودات نتعتغاني عشان كده لازم تلاقب هناك وده السبب اللي طلعني وطالع عندي بروفة دعني نحا حدلكم معايا البروفة انا اسفتك معاي باهي قذرناي بس اعمل ايه قومي الحني وساقني لي عالمي وشقاي انا عرف انا عمل العور الريد ما بيتكون جمر انا ما جمرتك انت حر انا ما جمرتك انا ما جمرتك انت حر انا ما جمرتك انت حر عزبتك معاي انا ما جمرتك انت حر انا ما جمرتك انت حر انا ما جمرتك انت حر انا ما جمرتك انا ما جمرتك انت حر انا ما لانك بله انا ما جمرتك انت حر كيف الد quantify هبابة جمرتك انت حر ما شاب بن وان جمرتك انت حر ما الان انا ما نرى و انت المحنة دايما لك انت العصنة قط لي و انت المحنة دايما لك واي اللي بسلم عليكم انتك شديدة و سرح بي انتك شديدة انتك شديدة و سرح بي انتك شديدة نصير جيبي زولة جمبيت جمبيت دحنا زولة جمعة جمبيت مصلتنا ومتمكنة رتك بيت جواهنا مصلتنا ومتمكنة أنا أمشي وأمينكم أنا أنا أمشي وأمينكم أنا أقع البحر وأغرق هنا لكني ما أغرق بلا يقول لنا أن أغرق سواه أقع البحر وأغرق هنا لكني ما أغرق بلا ما شاء الله تشبه أمي الزمن عافية يا ربنا يا خحفظها ويدي عليكم العافية يا رب العالمين التلفون ما قادر أمسك ولا أنا ما قاعدة في البيت عاد لا في القطية لا في الحوش ولا في البيت جوه العربية مع الدك داك ما شاء الله طبعا ما قادر أركز رشغتني أيوانا ويسبتني أيوانا كولدي أساوي جنو لكن أنا ما قادر أمسك التلفون والدك عرفينه بيشبهيك خلاص بخته والله بخته شديد طبعا بخته شديده لقيني وين قال ليه حظيك حظيك يتيبت شويني طوال يا توتة حبيبتي تشغفيني بأي وقت طبعا يعني أنا الناس اللي بيقولوا الناس اللوني قالوا ليتي قاعد تسمعي روحيك ما ما افترى وما طغى بس في الحماسة ما قاعدة أسمعي لنظر القلعة أنا في الحماسة ما قاعدة أمطر بيلا لنظر القلعة وبستمتع بأغاني الحماسة لما أنا غنيها بستمتع بابي يقول ما افترى مني ولا طغى مني لكن رحم الله امرئين عارفة غدر نفسه أما من خلال الأغاني الواحد اللما يسمعه لازم يسمع نفسه عشان يشوف أخطاءه وين يشوف غلطه وين يشوف مفروف طرد يصلح شنو يشوف انه هل قدر يجويد الحاجة دي كويس قدر يجيد اللح بساتة الأغاني اللغنية كنت بسمح في القرب شوية دي أغنية جديدة أنا أسفة عزبتك معاين موسيقى موسيقى طبعا رشاغتني عيون ذي بحبها جدا هي من أغاني الحقيبة لكن أنا بحب حبتها من زول معين وهو فناني المفضل رحمة الله عليه في اليوم الأستاذة عبدالعزيز محمد داود بحب أغاني جدا حتى لو لاحظوا الشريطي الأول من حبيبي غاد كان من حبيله وكان الغني حبيبي غاد في موضع الجمال بلاقي كانت هي من الغاني أغنيهون فكذا بعدين الوحي مضطر عشان اشغل لكم اغاني لانه لو لاحظوا قبل يومين في اللايف كنا مشغلين اغاني اسيوبية يلا الاغاني لما تشغلك في لايف اغاني ما حقتك بعد ذلك بيقوموا شنو يعني بيكون عليها عليها اسم شنو زي ما بقولو في اليوتيوب وفي الهناي عليها رسوم فبيقوموا بدوك انزار بانو الاغنية دي على رسوم وعلى كده 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 عشان كده ما تقعوا في الحياة دي لما تعملوا لايفات لما تعملوا اغاني الاغاني دي بيكون على حقوق قلوش خارجية ففي ادارة اليوتيوب او ادارة الفيسبوك او كده فعشان كده ما تنزلوا حاجات ما حقتكن تقوموا بعدين يضطروا انو كفلوا لكم باس صفحة او مثلا يديكم انزارات بيع عرفتو طيب تحياتي لك من النوبة حبابكن حبابكن نزار الزاكي عبيبتالكول حبابك يا نزار ناس الفاشر منتظرين زيارتك يا سلام انا الدائرة الزيارة دي انا الدائرة الزيارة تاري انا زيارة الفاشر عندي معاكم بس كلام خلوني نجيكم بينك في زول قلي ام كلسوم السودان ما احترامي لكل الشعب المصري اخوانا واشقانا والفنانة ام كلسوم انا من عشاقة رحمة الله عليها لكن يزيدني شرف لو سميتوني غلعة السودان لانو انا بنتمي لسودان بنتمي لبلدي بحب بلدي جدا فياريت كل المسميات اللي بتنادو بيها ندا تنادوها تقوم مربوطة بالسودان فما تقليلا بسيدة ام كلسوم رحمة الله عليها حبا جدا لكن دايما يعني سوداني وخليك سوداري صح؟ فانحنا سوداننا ذا يعني نحبه جدا يا جماعة نحبه جدا فعشان كده نركز على السودان ده لانو انو ما عنده خير في اهله وما عنده خير في الناس وخلي الناس يحبنا بحاجاتنا بأسامينا بأشكالنا بكلامنا بطريقتنا بعاداتنا بتغاليدنا دايما نحن نحاول نشبه نفسنا بناسنا وبيبلدنا لانو المفود عزة قديمه وإيه القوام في الدنيا عزة وعزتنا اكيد طبعا بيهننا وبيبلدنا فدايما الناس اللي بتحبني وبيحبوا ندى انا عارفة لما نشبهوني بسيدة ام كلسوم وزيدني شرف السيدة ام كلسوم لحد الام ما في ظل وصل مكانه فااااو اتمنى ان garmi قانوني ندا السودان غلعة السودان بس كل الاصامر بتلادوني بيهن لازم ضروري جدا ان تكون مربوطة بالسودان واحترامي وحبي إليكو انا عارف انتكم مع عندكم قصد في حاجة لكن آ.. بس أنا عايزة كده نعلي شيا مع ههه هاد هاد هااة هاال هاد هاد عايزين منك أغني حماسية أنا ما عايزة حسا أغني لأنني في الشارع والدكداك إن شاء الله وبس خلوه على الله بيني أصل المكتب إن شاء الله حقوم نبدو البروفة حفتح لكم اللايف عشان تحضروا البروفة معي طولنا من البروفات ومن الحاجات دي تسمعوني كده دي وتشوفوا أعمالنا الجديدة وتشوفوا الدربة كبتحت البروفة ولغونا دا زاته لما قاعد يطلع عليكم بيطلع كيف ونتعزب كيفيه عشان هو يطلع عليكم طيب كبيرتي أنا الدوية كيف ما أكبر كويس إنك تكبر وتكون عاقل شوفوا يا جماعة دا أقول للناس في ناس بيشوفوا إنه كلمة إنت يا فلان كبيرت دي نبزة بالعكس ما بتبقى نبزة إلا لما تكون ما محترم نفسك تبقى نبزة لما أنت تكون كبيرتا وما محترم نفسك فكل مرحلة في عمرنا يا جماعة لها زمنة لها احترامة لها حياتة فحتى ما فاهمنا حتى حياتنا بتختلف من عمر لعمر كويس أنا غايته لما نقول لي كبيرتي بكون مبسوطة لأنه كبيرتا بعقلي الحمد لله كبيرتا وعاقلة الحمد لله يعني في كل تصرفاتي وكل خطوة بختار بعرفين أنا بحسيبك كيف وبعمل فيها شنو والحمد لله الكبر ذاته بحد ذاته هو يعني خبرة فإنت لما تكبر ما زي لما أنت تكون كبير وياهل وما زي لما تكون كبير وما عارف تصرفاتك كبير وما عارف أنت بتعمله شنو كبير وما عاقل فالكبر في حد ذاته احترام فالإنسان الكبير اللي ما عنده كبير يقول لك شنو اشتري لك كبير أو سوي لك كبير والحمد لله يا أخي كبير لنا بوايل وبوايدهذا وكبيرة بيكون انتم كبيرة بجمهوري كبيرة بناسي كبيرة بحب الناس لي ودي أجمل حاجة إنه أنا يعني كبيرة بسنيني الفي فني والحمد لله أنا راضي عن كل حاجة عملت في حياتي ويس كان فيها أخطاء ولا كان فيها خير الأخطاء قدرت أتعلم منها للأحسن والحاجات الكويسة استفدت منها برضو فعشان كده دايما يعني الحتة بتاعت إنه في بعض الناس ويقولوا فلان داي أخطت كبيرة خلاص الحمد لله إنه أنا بديت الفن صغيرة ويتربيت في الفن يعني نضل قلعة يشوفتوا لما نغنط كانت صغيرة قدر كيف وكبيرت في الفن يعني رباني الفن أخير من أخش الفن يا جماعونا مرة كبيرة عجوزة أخش الفن يا جماعة فيهمتوا كلامي أنا بحبكم وصلنا للمكتب شوفتوا بعدها هنكفل عشان الأسانسير حيقوم يفصلين الشبكة وغايتوا بجرب معاكل لوا جذيرنا نخوش بدون ما الشبكة تقطع طيب غني شنو يا سلام يا جميلة السودان يا سلام علي شوفتوا أي حية مربوطة بالسودان دي أنا قاعد أحبها أي شي شوفتوا شوفتوا ها كبيرة في قلوبنا يا سلام علي الناس الراغية يا سلام علي الناس الحلوة وإنتو كبيرين في عيوني والله كلكم كبيرين في عيوني نفسي أشوفك على الطبيعة نفس الشكلة في الشاشة ده حسر شايفين وده نفس الشكلة في شوف يا معاو يا حبيبي تسلم لي يا غالي أخ تسلم خلو تمشي على الليتنا الله يلعب يا أخ مهو 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 المكتب سلام عليكم. ان شاء الله طيبين. كويسين انتو? ديكونا الحافية. السلام عليكم. السلام عليكم. الطريقة الخامسة ها. وفي الأسانسير الشبقة بتقطع المطعب. شبقة تعمل. هاي. هيا الله يا بليا الصابرين. والله ينستروا معانا. ينسترنا. ينتي نازل طامقة تاني. هاي. كويس. ياما. طيب وصلنا المكتب. شايفين. ده هنا مكتب منو. مكتب الفناء. المكتب الفني والإعلامي للمقربة لدى القلعة. الزوالة دي بيدعرفوها. السلام عليكم. اي ناس موجودة في وشي. كيفية ليسها الله يسلمك حبيدين. لا يديك العافية. الله يسلمي. طبعا ده المكتب يا جماعة. دي صورتي مع تادي آفرو. كويس. دي فنانة من ساحل العاج اسمها جوسي. كانت تلاقيت معها في تشات في أحد الحفلات بتاعة السيدة هندة زوجة إدريس زيبي راح نطلع عليها. دي حبيبتي هيلين بارهي في أسيوبيا. ده المصغار وعازف الكيبورت المشهور. وعنده السيديو اللي هو سيليا اللغنية تادي ماك أسيوبي أمريكي. سيليا اللغنية بتاعة أمسي كلها هنا. اللغنية بتاعة أديس أبابا في أسيوبيا. وهو أخ وصديق يعني بالنسبة لي. هنا ده تادي جام. صورته بجنبه كده. ده داينيست. داينيست. دي صورتي أنا كانت هو فنان أمريكي. من الشباب الطالعين. هنا حبيبي محمد منير. دي صورتي هنا مع اسمه دا مع عبدالله بالخير. كان في مهرجان المحبة الإماراتي السوداني في الإمارات. دي صورتي مع سفيرة لحان الإماراتي فايز السعيد في مكتبه في الإمارات في أحد زياراتي. ليه؟ دا زميل وجميل وأخوي وزول بحبه جدا سج شقه. هو من الفنانين الأسيوبيين المعروفين. لو لو طابحتوا في التلفزيونات الأسيوبية. هو زول يعني من الفنانين المشهورين شديد في أسيوبيا. كان في أحد زياراته للسفارة الأسيوبية وقدم له زيارة في بيتي. دي صورتي برضو مع محمد منير. دا الأستاذ كمال ترباس. دي الجواهر بورسودان. كويس. دي صورتي في جنوب في الحفلة بتاع اتفاغية السلام. اه اه انا والسيد سلفاكر في الغصر الجمهوري بتاعه. دي صورتي هنا مع أخوي وصاحبي جدا اللي هو السيدة شازلي. دي صورتي هنا شازلي عبدالمييد. كونوا بدعارفون واصل رياضة كويس. دي صورتي هنا مع بلاتر ومصطفى محتصم جحفر. دي طبعا الرياضيين. الناس اللي ما عنده علاقة بالرياضة المفتحة عن الرياضة. كويس. مصطفى جحفر. اللي هو بتاع الكورة معروف. وده بلاتر. وده عيسر حياته. دي لناس البيفة كانوا. حسن بكونوا طبعا نزلوا هنا لكن هما منازل فيفة. دي صورتي مع مستشار سلفاكر توت. توت أخوي وصاحبي جدا. أجمل شخصية وأطيب إنسان. دي صورتي هنا أنا مع توت. وصورتي مع شازلي. دي صورتي وصديقتي وحبيبتي وروحي من بنات الجنوب اللي هي أجاك. صديقة صديقة يعني مهما أقول لكم عنها ما حقدر أديكم حقها. طيب ده السفير عبد الحليم. ربا نديه العافية كان بمصر. السفيرنا نحن سفير سودان لده مصر. آآ في أحد زياراتي كانت للسفارة المصرية في آآ اسمي شو ده في مصير. دي صورتي هنا أنا مع توت ومع السيد سلفاكر في المكتب بتاعه في الغصي الجمهوري دي صورتي أنا مع المنتخب السوادي مع المنتخب السوادي كان عندي حفلة وتلاقيين أنا والمنتخب السوادي في الفندق الهيلتون اللي أنا نازلة فيه هنا نازلين فيه كانوا. فآآ دي صورة من السيد آآ آآ محافظ 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 بولاك. بولاك دي من المناطق في الغاهرة كان عندي حفلة وده كان التكريم بتاعي في الغاهرة دي صورتي مع سقو شقو دي صورتي مع أملست حبيبتي اللي هي الزوجة التي يقفره. دي أملست دي صورتي أنا مع بلاتر شوف أنا سمينة بجبه بلاتر كيف هنا. كويس. آآ دي صورتي طبعا بيتعرفوها دي بيتعرفوها. كويس. دايما. أي زول بيجي المكتب هنا زيارة لي بتصور في المكان ده. عرفته عليه اللوغو بتاعي. ده هنا مكتب السكرتاريا. الزولة الحلوة دي. النوثة. كويس. دي نظل قلعة طبعا. واحدة كده غيت عمله ليكن ويجعوه. ده طبعا أنا مختارة طبعا الدزاين بتاع المكتب ده كله عملاء أنا بنفسي. يعني اختياري ده يرجع لحبي لأفريغيا. ودايما بحيب أي لمسة في حياتي في حياتي في بيتي في أي شي لازم تقول عنده علاقة بأفريغيا. على أساس انه لأي إنسان لو جاء أول علاقة بالسودان أي إنسان جاء ونحن كفنانين بيجوا الناس من الخارج بيجوا الناس بيجوك بيصلك لحد عندك ده يتعرفوا عن السودان ده يتعرفوا عن هويتك ده يتعرفوا عن عندك. انت يعني حياتك كده فأنا بحكس انتمائي لأفريغيا ولاسودان من خلال حياتي التي تكون موجودة في بيتي أو في غناي أو في كده. دي دي نظل قلعة جابوليها دي طبعا المحبين وحبايبي دي حبيبتي سارة آآ آآ أسيوبيا فاختارت لي في يوم عدميلادي نتجيب لي الكوشن دي عليها الصور بتاع دي. كويس. ده هنا ده هنا غاعة الاجتماعات اللي هي عنده علاقة بالشغل لو عندي حفلات خارجية جو ضيوف جوني ناس عايزين نقعد مع القروب بتاعي المهم كله ما يرعلق بالاجتماعات ده الحتة بتاعته طيب هنا ده الاستراحة الاستراحة بتحت المكاتب طيب ده هنا مكتب الارتباطات ده يا جماعة ده جزارة امسكي لا لا جزارة بورري كلها مكتب الحسابات بعد شوية لكن ده ده جزارة البيجاد عينولا عينولا احفظوا وشوا كوي عشان بعدها ندروا ما تتغشوا فيه بدو دي صور هنا صوري انا ده المكتب هنا بتاع الارتباطات عرفته؟ واي لا ما تشتغلوا به دي صاحبتي وحبيبتي الفنانة الكبيرة المالية من دولة مالي ام سنقاري ام سنقاري دي صورة من الصور حقاتنا كانت صورنا قبل كده في تشاد وتلاقينا في نيجيريا وذكروا لما أنا كنت بتكلم انه في فنانة اهدوها لقزيز عربية هي دي الفنانة الهدوها لقزيز في نيجيريا يوم ما انا هدوني العربية لقزيز بتاعتي فالناس كلها يعني يتركز معا كويس دي انا وهنده هنده ديبي ربنا اديها العافية ويطول في عمره ويخليها 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 أولاده طيب اقبسوا حليا المكتب بصمتي شنو انا يا جماعة ما عندي بصمة يا جماعة انا قاعدة في المكتب دو بصمتي ده 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 مكتب الحسابات يا جماعة دي الجزارة بتكلم عنه انا حسن طبعا ده كله تصميمي انا اختياراتي انا عشان تعرفوا الناس يقعدة سايب منظر ما قاعدت تعمل اي حاجة طيب دي هدية من احد المعجبين جاموا لي الصور دي شوفتوا شوفتوا حبايبي حلوية يلا ها نمشي شوف المكتب ده بالبصمة كيف مكتبي ده لك اما فتح ده الكتب اهي اي ناس لا 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 ده مؤامرة يا زولة حينة تشيروا يا زولة ما كان يماعك حينة بتغير البصمة كان العالم ده كله بالمناسبة كانت تزور بسكوتيها كم مرة لا انا ده صبعيل عملت بالبصمة اهه انا فيه يا جماعة انا ما غيرت بصمتك اوائلين انت ما ايه غيرت بصمتك لان اسمه مكتبي انا ما في داعي يعني انا تخلوني كده قاعدة منظر حاوه يعني شوفه المكتب افتحي بها وخاصة اميني وتعال ارجع عليه محمد رحووس بدا تكتب على الامنو اصداد ادي لك صحة العام شين ادى لك الصحة والعافية طيب طبعا نوريكم هيا ناس الناس كله هنا الليلة وويل ومحمد قالوا لا دي سرقة منك هيا ناس المكتب بتاعي فصلة الكهرباء عشان تفتح البصمة بتاعت المكتب فقاموا قالوا لها ايه انت دي لو حصل دي حي في المكتب دي مزهوليتك لا قوم نخش المكتب يا جماعة ايه ناس جابا داكي بال ايورما شنو يلا هدا المكتب دا مكتبينا طبعا فرضو ما طلعا من الحاجات الكلاسيك انا محب الحاجات الكلاسيك شديد شايفين دا القروب ودا الراد القديم ودي عارفين لاشنو شايفين يلا عينو دي صورة منو جايز عينو شوفو دي هدية من ود بيتي يوم عدميلادي كان شكل النجوم بالشكل دا كانت بلاي فيها كل سنة وانت شمعة بانو كل سنة كل النجوم فرحانة بيك شايفين يوم واحد ادنين الف وتسعومية خمسة وسبعين اليوم الولدوني فيه يوم السبيت نفس اليوم الولدوني فيه كان شكل النجوم بالطريقة دي شايفين شكل النجوم دا في يوم المصيب ايجادكن يلا عينو دي شهادة اللجنة دي شهادة الصور بتاحتي دي ايجازة الصور بتاحتي عينو لي شايفين الهيئة السودانية الحمد لله انه صوتي مجاس في المصنفات ومجاس في اللزاعة والتليفزيون والحمد لله يعني بستوفى كل الشروط بتحت الفنان البغني داخليا وخارجيا يلا يا شايفين دا الدرع بتاع الهيئة اليتيوب عقبال الزهبي الدرع الفضي ودا البوغ البوغ دان بحبه جدا دي من الحياة التراسية الان بحبها جدا دي هدية من حبيبتي سيمة زينب جابت لي من أحد أخواتي أنا ما بقول معجبة بقول له من أخواتي وصديقاتي وصحباتي زيكم كده جابت لي الأبنجور الصغير ديو على الصورة بتحتي شايفين هدية التلفون دا يعني هدية من الشاعر الجميل وبينه وبينه حتكون في أعمال وحتسمعه قريب أحمد كوستي كان قدموا لي هدية لأنه هو عارف أنه أنا قعد أحب التراز جدا فدي من الهدايا له داني لها في الإمارات وحبوا جدا تلفون دا شغال ما تستهونوا بها يا معا إيه ناس طلع علي من شنط المقعد بتاعة تلفون صبر علي شوية يا معا والله كباية بقهوة شوفوا حتى القعادات بتحت المكتب شايفينها اللي هي بتحت العصير مكتوبة على نظر القلعة الطقوم بتحت الشاي بتحتي بتحت العصير جيبي منها يا ناس مكتوبة على كل أسامي الأغاني بتحتي فأنا حب إنه المكتب يكون فني بكل حاجاته أيوة فدي من الحاجات الأن حب يعني شنو أشارككم فيها طيب يا السمحين كده يجيبي أي ناس يجيبي الليلة العدة الليلة يوم العدة يا جماعة شايفين أنا وريكن العدة أنا عظم الضاند عدة ما حل ما ميشة العدة زي ما بلعفية عب كان يتكسروا يا ناس أنا بس ابتكسروا يا كده كده مددوا يعني انت مجروا كده يلا طيب يا وريكن اغطيقون بتحت الشاي دي ضطقين بتحت الشاي أنا عملينه لي أو أنا ضططت إنه أعمل كده بنفس الفهم ده عشان أنا بحب اللغامي بتحت الشاي يلا دي كوباية شايفين وريكن واحدة واحدة دي دي مكتوب فيها شنو أنا ما عارفها حيقروه ولا ما حيقروه دي طبعا فيها اللوغو شايفين ومكتوب فيها هويا ولد هويا ولد كويس دي دي مكتوب فيها شنو ربثنا حفوبا طيب دي دي مكتوب فيها عزاز علينا شالوا لهم عينينا دي مكتوب فيها في عيون كده دي مكتوب فيها دنياتي الوردية ألغون عشان كتير فبقوم بختار كل أغنية من الشعر بطعيني عشان ما أحسوا بإنه في خيار وفقوز بيناتهم دي الصباح السكر الصباح السكر والنظار البكر الصباح السكر والنظار البكر وين صباح تريدك خافي باكر تتنكر الصباح السكر طيب نفضل التعليغات لأنه أنا من قبل ما قادر أشوف لي التعليغ والعدة حسب نفسيني قاعدة في المطبخ بداي عدة وكبابه ناس الحاقيني زرعا شايفين كركبت العدة دمابقة مكتب شيلي شيلي دين آه يا رو انتونس ما حابقايبي دين طيب السخان السخاني جاي من برة والدنيا مولي عناق طيب أكتر أغنية بحب عزاز علينا عزاز علينا أنا حبة جدا بعدين كل ما غنية بحسبها هي ما عايزة تقدم مولوني يدي عندها جمهورة كل يوم بزيدة كل يوم بحسبها جديدة طيب تعالي أي ناس طورنا من الوناس تعالي بيجاي جنبينا ن常دة اشتبتتو كزي إلى ك mondo حبي كزي وين كزي إلى كزي إلى كزي إلى كزي إلى كتير جاء ليتي من كأنني كزي إلى كتير أنا أقدس باجي لمكتب في الأسبوع المرة واحدة هوم مرتين طيب يحبك من القليل الصباح السكر التحية للشاعر الجميل والشاعر الكبير وأخوي وصديقي ونسان عزيز وأحترمه جدا أحترمه جدا الشاعر الوحيد اللي عاملت معاه ورفض إشيل مني تعريفة في الغنى بتاعي دكتور أحمد فرح شادول له كل التحية وله كل التغدير والإحترام فأنا بحبه جدا وبغدره جدا وتعاملي معاه كتير يعني عاملنا كتير لحن ده له كتير الدار يعمل كتير وعلي رأسه ما علينا وما علينا ما يقول دي من الأغاني الأول عملي معاني بينه وبينه الملحنة الكبيرة ربنا يطراه بالخير الملحنة الكبيرة عبداللطيف خضير ود الحاوي طيب نقوم حبابنا سلطنة عمان حبابكم عشرة بالكشر وحبابكم مئة مصنقص وجية حبابكم ألف ما ينقص حارف حبابكم آلاف ليه يوم الوقاف حبابكم 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 أحكي لكم عن الزولة الجميلة حبابكم 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 والإنسان والإنسان حبابكم كجمهور دائماً يحاولون يصحروا الصورة المشرفة والجميلة لنظر القلعة قدام الناس وقدام الناس اللي يحبوها كلهم حتى في استقبالهم واحترامهم لكل الكستمر البيوني في مكتبي بكل احترام يحكي دائماً في تعاملت مع الناس فربنا يديون العافية ويناس أنا والله ذاتي يعني أستاذي تعلمت منها كثير والله صراحة يعني بتجد تركت بصمة في حياتي فحيات كثيرة يعني أنا مني اشتغلت معها لحد الآن بتجد أنا شخصتي تغيرت كثير يعني تعلمت منها حيات كثيرة في الحياتي ممكن قامناك ثانية يعني ربنا أخذتاني في طريقة عشان بني دوي طريقي فهي أخذ بالنسبة لي قبل ما تكون بالله يفتي كمان أحبه والله من جوه قلبي والله بزع اللي زعله وفرح لي فرحه ويشهد الله يعني فربنا يديم إن شاء الله القدل شكراً شكراً يا معجبة شكراً شكراً محبة الناس ذاتي ربنا ما بدي أقلت الزوزة يعني بالمناسبة الناس ما بتحبك من فراغ والله والله إذا برجع لأصلك يا ستة الناس فإيا مع كل المكتب مكتبكن أنا مويودة أنا ما مويودة حبابكن عشرة اتأكدوا تماماً أي زول جائزة من ندى أو عايز ندى أو مكتبي سيجد ناس لو ما بنفسي ندى أحسن من ندى لأنهم والله العظيم هم ما حصل الجائزة والمكتب هذه الندمة كانوا يعني بيطلع مبسوط والبعرفني والما بعرفني بوصل المعلومة لأخوه بأنه يعني هناك ناس قاعدين في المكتب بدعا ندى ناس محترمين والناس تعاملون طيب ومحمد داخل له الساكد يا محمد أنا حسن محمد الجزال محترمين محمد الجزال أبعدين محمد يعني لو في خ يعني عنهم بمحمد ما عنده أي حنية لكن صريف مركضة يا محمد يا ما عنده ما يكون سيبتل فيك ده ما مكتب فني لعندكم موسيغة لعندكم أنا كلهم أجي المكتب كده كده أشيل حالهم كده بعمل لهم جوزة زي دي وبطلع منهم طيب محمد فضيع والله صح محمد فضيع جديد بعدين شجوا لما نجي يكون فيه ناس قاعدين لحفلة نقوم أقول لي أقول لي يا محمد لما أنا يضرب لي ناس ولا يلقوني ناس في حفلة يقول لي يا أخي يا أستاذة يا أخ محمد ده ما كده وكده وقوم بحمل ليه كده يعني يا أخي كده يا أخي دعاما نزل شوية هنا فهو بتلقاء نطز عيون بك عائلة كده مغيوز مني إنكت أنا بقول كلامتي تجي ضعوزي حيا ها احيان بكرة طبعاً نادنيل صح؟ شاء الله جماعة ما تنسونا دنيل بكرة توراس يوم توراسي عليكم الله تعالى وحفلتي أنا من كم؟ من حفلة ومس امكنت مش هكوونش بذلي؟ جماعة دي حفلة شلو منها؟ البرامج كتيرة قبلك يلا هم حيحتوا بالحفلة آخر يلا ها الحفلة من حفلة ومس بالليل لحد وحد لحد واحد صباحا. من حداشر ونوص لحد واحدة صباحا احدر التفاصيل كلها وستمتعي بالبرنامج يا فاطمة بابكر حبابك حبيبتي ممكن تخشي جوة تخشي في الخاص لنص الصفحة المكتب وين؟ المكتب في العمارات شارع 27 وصف لون يا ناس هل طبعا أنت شاطرة في جغرافيا جم أكاديمية هاي لفل للطيران على شارع المطار الشارع القصاد وطوالي شارع 27 في البرج فريغيا طابق الخامس شقه 502 برج فريغيا دا وين؟ برج فريغيا يا سينا شفتوا أنا فريغيا أفريغيا دي أنا لأجار يمي وأول مرة مش أنا قاعدة في العمارة دي أول مرة أعرف البرج دي سو برج فريغيا برج فريغيا بعروفة ناس قلنا عرفوا دي برج فريغيا صبحان الله شفتوا شفتوا زولة صادق وبيحب بلد وبيحب الحتة اللي بنتمي إليها دايماً بيكون هاي ساكاو في كل حتة هاي والله والله سبحان الله والله هاي والله يسمي برج فريغيا أول مرة أعرف الكلام ده لكن الوصف واضحي عن القصادة الأكاديمية تماماً الشرع القصادة طوالي طيب في أسئلة يا جماعة قبل ما نكفل منها لأنه نحن برضو حنمشي نتقابل في البروفة بعد شوية أي زول عند سؤال سريح كده عند وإي حاجة كده دي عشان شنو قبل ما نكفل قالوا لي علاقتك بسكرترتيك واضح جداً وفيها وفية عليك وبتحبك فعلاً هي وفية هي فعلاً وفية وصادقة جداً وزولة جميلة وزولة رغيغة زي النسمة مع أنه مراتي تقوعت ندى وتقوعت تقول لي أنا طبعة رسمية في الشغل جديد ندى نسمني أني مستر نياصة طبعاً تقول لي مدت ناياصة فيني تقولوا خلاص مستر نياصة جاد أول ما هي نادا لكن أنا سويت جداً لكن ما إنتي دخلت وأنا أنا طبعاً نعجن قادة جديد يا إي ناص وهذه ما نياصة وهذه رغة وذهذه زراء والله يا إي ناص دائماً يعني دائماً تحصل الصدمات في الشغل لكن دائماً العلاغة لما تكون فيها احترام فيها تقدير فيها كذا الناس وبعدين حتى الصدمات الحمد لله بيننا ما في صدمات نغشاتنا كلها في الشغل لكن بعد الحفلة طبعاً صحبات شديد وزولة قليبة علي قليبة علي شديد يعني أنا والله ربنا يدي العافية أنا بحير يعني بشوف إنه ربنا بحبني أنا لأنه دائماً ربنا لما نحبك بيجيب لك أولاد الحلال في طريقك وبيزيح منك أولاد الحرام يعني أمي كانت الله يدي العافية طوي في عموره كل يوم بيقول يا ندي يا بتي يا ندي يا بتي أنا عافية وراضية عني محل ما تقبلي محل ما تقول محل قوعدي يبعد عني ويصرف عني بنات الحرام أو أولاد الحرام أي زلطان أو أولاد حرام أو لأي وحدة كانت بنات حرام ربنا صرف عن طريقي وخلى لي أولاد الناس أو أولاد المحترمين في طريقي والحمد لله كل شيء بنية يكفي إنكم موجودين في حياتي كفاية جداً جداً من أي إنسان في أسرته في حياته في أي شيء يتعلق في حياته بيلاقي الناس الماكرة والناس السيئة أو الخبيثة وفي نفس البغدرة الشدة ربنا على حسب نيتك يجب لك ناس كويسين وناس يعني زي كانوا ربنا بيقول لك هل ناس اللي تشبهك هل ناس الكام من البدايات مفترضين تتعامل معاها هل ناس اللي تشبهك ربنا لما قال لنا الطيبون للطيبات والخبيثين والخبيثات ما كان مقصود بها بس الزواج مقصود بها كل ذول بقى حفي الزول اللي يجبهه كل ذول على حسب النواية بتاعته محمد عود طبعا في اللحظة دي تخلي لما نجي أنا عايز لي قهوة في الوقت طبعا طيب أستاذة ندا نحن في الإمارات نحرومين منك يا جماعة أنا نفسي أجي الإمارات أجي مكان لكن أنا تكلمت كثير في حفلاتي خارج السودان الحفلات لو ما كانت يعني كثير دخلنا في مشاكل من منعهدين بتاع الحفلات بدخلوا الفنانين ودخلوا اسم السودان في حتات ما في داعليا فأنا جهة ما موصوغ بيها جهة يعني ما مسؤولة ما مرتبة ما منظمين ما معروفة أنا ما قاعدة مشي أغني أحسن أقعد كده ولمشي أخبل بنفسي فدي كثير من الحاجات وغررتها يعني قبل اليوم حصل لي موصف وذكرتوا ليكم قبل كده في لايف نقلت في الإمارات المهم كنت شغال حفلة وعلى حسب العقد البني وبين الزول والتزاماتي معاه والشروط بتاعت العقد الزول ده هرب وقت الحفلة زادة وقت الحفلة حتى القروب بتاعني حتى الناس اللي عندهم الحفلة المبلغ بتاع الفندق وغررت أنا من حقي الخاص أنه أدفع الحاجات كلها ودفع للجروب بتاعي واضطررت أنه في العقد لأنه كان بلزمني أنه العقد أنه لو ما قام بكل الشروط الشروط في العقد أنا يحغلي أني ما أغني في الحفلة لكن بعد ذا كله أنا مش هتغنيت من أجل الجمهور الجامن الشارقة والجامن الراس الخيمة والجامن وين وين وكان دخلي معا دي جو حضر الحفلة بتحتي وإنت يا سيد الحفلة المدعاه تجو مهروب من الحفلة فمن الوقت كذب عليكم بطني طمط وبقيت أي جهة ما رسمية كده الواحد يعني يبعد بس يعني فبقيت ببعيد يعني إلا حياتي تكون بطريقة رسمية وكل مرحلة في الفن يعني زمان الشغل ما زي الليلة دقي بين لما قلت لكم كل يوم في عمرك أنت بزيد أنت بيعني بتكتسب خبرات جديدة وبتعرف حاجات وكده فالحمد لله يعني أحسن الواحد يقول يعني أنا دي رسالة برسل المدعهدي ما شويه اسم السودان بتصرفاتكم ما شويهوه لأنه دائما لما تكون فيه حاجات مثل هذه يدخل البوليس الخارجي وبتدخل الناس الحافلة وبتدخل الفنان وده كله يكون مربوط باسم السودان فيارات المدعهدين البسوقوا فنانين من السودان ودوهم برا ويتلعبوا بيهم يبطلوا كلام الفارغ ده وما يدخلوا السودانين ولا يشويهوا سمعة الفنانين السودانين عشان هم هذا اللون حاجة معينة ده كل عايزين نقوله في الحتة دي لأنه بيجدولي ما حاجة محرقة جديد محرقة جديد يعني لا تخيل إنك انت فنان سوداني بتلقى يدخلك في حتة ضيقة جديدة انت ما عارف تصرف كيف بعدين انت سبلك فنان تودوا في غربة لا تدو حق سكن لا تدو حق التزاكر بتاعته لذا وبرجع بقول برضو الفنانين الهم بثافروا ما بيعمل عغودات رسمية من هنا من مكاتبه من حاجاته مبرتب حاجاته يستحقوا إنه إذا عملوا تعاملوا زي ذا لأنه كل ما انت كتبت عقدة حاجاتك كانت مرتبة كل ما انت قفلت باب المشاكل فأنا ما يجيني مدعهد بذلك حفلة يقول لي دارك في حفلة عشان من أجل خمسة ألف دولار والعشر ألف دولار قوم يجب واخد نفسي في حطة ضيقة بعد ذاك اضطر ينطف حق التزاكر بتحت الرجعة واضطر إنه أنا فدائما التغييم مهم أنت لازم تغييم نفسك كفنان تغييم نفسك قبل أي حاجة عشان تقدر أنت تكون مغيم في عين الناس نعم خير إن شاء الله في البيت هنا لا لا لسلامتك ستوديني المركز ستوديني بعد شوية بعد الضيوف زيلي يجيو هل أنت أولا دول دول دوك لماذا؟ لا أنا أحياني جاوية بطور العمان آآ صلص جوني هل أنت مهم سيلا تطور هم؟ يعني لحد ما الناس هي يشوف محمد تعالي كله يا محمد طيب أنا لماذا؟ لا أشكرا أضم دي؟ أضامك دي؟ تعهر هل أنا عندلم يعرفته palsu أنتatos ii a 45 هل جائد مع محمد عود؟ السلام عليكم الله يديكم الصحة والعافية وخليكم زخرا للمستعزة لا دقيقة دقيقة نكلمكم شبتم الليسان الحلو ده ده يجوزوا من الشغل طبعا عينه الله يخليكم ويديكم الصحة والعافية ولا تفوتوا لا تموتوا وإن شاء الله السنة الجاية تبقوا عزرة مليون الله يا محمد الله يديك العافية الله يحن بيكم الله والله صراحة يا محمد ما عليش برجع لك عين دقيقة العالم اتطور في كسيرة تلك بيجي يصوي خلاطات بيجي يتكسر تلك بيجي يتكسر تلك والله ما كسرت لك والله ما كسرت لك لكن والله إحنا بيكم نحن من غرفه والله ما نسوشي فأنا لأجزار لأي حاية يا معده أخويا الصغير أخويا الصغير من العين الشيطة أهلا وسهلا بيكم في أي وقت والله علي راسنا من فوق ايوه قال لكم محباكم هاي الكلام ساكت بس إتلاتي وبيجاعد ندل معاكم لو معاكم زون وين النازل النازل ما هنا لا المعيد اطلغت اي عشان انا اطلع بعدها ام سلطان ام سلطان ازيك يا حبيبتي محمد عوض لك كل التحياة اي محمد ده حيوك وحيز حيوك وحيز بعدين بحييكن ندوه يا عبدالله عبدالله آدم ان شاء الله الجديد يا عبدالله في الطريقة يا غالي في الطريق ان شاء الله محمد الشايق حظيانا كمان بيكم يا محمد حباب اهلنا في المغرب حبابك يا الحسن ابو نصيرا حبابك يا غالي حسنا سلمكتب ده لعاد لك ان شاء الله حالكم تعالي يا محمد تعالي يا اي ناس حسنا سلمكتب ده لكم بايد عصير صار ما يبدوك لها معين وانا اياه من البيت الحمد لله وانا زاته مدت مفرجة لو لاحصنا من جيد طوال تعالي انت يا فلان تعالي انت وتعالي انت ولوانا سوضحك ولناي كويس يعني ما تددوا مفرجة يجيبوا لي حاجة معينو طلبت قهوة لكن دي برضي يعني انا ما حخليون الليلة مفترضي جيبوا لي عصير مفترضي يدوني موية اهل كاربا قطعت ايما يا اي ها اخنا يا جماعة احركتونا اشتركوا في القناة 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 طيب أهى التراب هدى في خشومكم يشمت علي خصومكم يناس الكهرب التراب في خشومكم كاتل عم عشان عماما ونسأل الله السلامة وقل عفوه قل عفوه ضباح الكرامة يمشي وين يوم الغيامة أهى التراب هدى في خشومكم يشمت علي خصومكم أهى التراب هدى في خشومكم يشمت علي خصومكم الراعي حسبه يروح عنقر مزعي حبك لاشو صنقر يتفق شوفو وطنة دنقر وطنة دنقر يدي اللبن ويدك قنقر أهى التراب هدى في خشومكم يشمت علي خصومكم أهى التراب هدى في خشومكم ما هو الصوت قطعي يا جماعة هل يوجد صوت قطع لكي لا تقوم بساكد اهى ننص الكهرباء أحسن لكم أحسن لكم أحسن لكم ادعادلوا معنا أحسن لكم الصفحة فيها ثلاثة مليون نحن الثلاثة مليون نطلح كلنا ونجد أن نقف لكم قدام ماهو قدام محل الكهرباء أين هو ترجع لنا الكهرباء يشغلون الكهرباء كما تعذبوا الناس كما تعذبوا الناس بهذه الطريقة أحسن لكم لماذا؟ لآله يهدي النفوس من المشاكل الغبلية فياته اليومين دي وإن أعرف هذه المشاكل حتى أين وإله الوحيد لا أعرف المشاكل حتى أين لكن بس الواحد الله يهدي النفوس محمد ندا الحب حمزة أحمد أحمد حمزة يا سلام على الاسم المركب الصوت شغال يلا أبني سريعة سريعة كده عشان نجفل منكم نلحق البروفة يا جماعة كمت لدي خدمتي عاد لكن كانت الشمار كاتلك ما دا تطلع إذا ما دا تطلع كده حار وكده حار دا تقعد في الله ودا تقعد في الخدمة دا تقعد في هذا لا 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 الصوت فيه ركوية جدا يا سلام عليك يا سلام عليك تقعد لقوني بنات كبار يا خالتو ندا يا خالتو ندا غنيتي في العرز بتاع أمي وأبوي قلت لهم بس لحد هنا ونحن كويسين لحد هنا يا أولاس قلت لك يا أستاذ غنيتي في العرز قلت لك شكيتك لأله أسكسك سبحان الله عندنا أولاد كتال نحن لهم يعريسون وبنات إن شاء الله ربنا يا أخي يزعد كل الناس ويسترون ونوفقهم في حياتنا الزوجية ونفرح بيكم وننتو كمان المعرز لسا نفرح بيهم نحنننن نجرتقون ده غنيليكو ربنا يا أخير فيه ناس قالوا كبا كبا لك بس غالي صاح كبا كبا لك بس غري تذيك شبال ويتطارين ونكبا كبا لك بس غري تذيك شبال ويتطارين يد حمر عيني وفرق الله 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 يا سلام أنا لما نقول إيناس ده خلينا كسر لك تلي لما نقول إيناس ستة ناس الجميلة الحلوة المافي زول بيشبهة ستة البنات لحتى هون أخيرا يا جماعة ويتطارين يد حمر عيني وفراسة سيد الحرب ويتراسة لحم ومور ما بلوك وحاشا ماليخ وفيشين ودياسا كبا كبا لك بس غري تذيك شبال ويتطارين هيا بضراعا بخناجره الخنايد ما بحاجره هيا بضراعا بخناجره الخنايد ما بحاجره هل بغدرك ما بيسلم بشجاعة كبا store بحاجره انك mouths لك بس غري تذيك شبال ويتطارين سيد السيادة والزعامة دهول لك عيما وبحترامة سيد السيادة والزعامة دهول لك عيما وبحترامة سيد السيادة سيد السيادة والزعامة دهول لك عيما باحتراما شكري ليوم الغياما هيبا بالتوب والعباما إن كريب لك بزغري تديك شبال ويستطعريت كبه كبه لك بزغري تديك شبال ويستطعريت خمي يلمز بقير قبتك علي سيفك فوق نخرتك أبحير العاجبه وروحه والمطخم يجي في حسرك إن كريب لك بزغري تديك شبال ويستطعريت كبه كبه لك بزغري تديك شبال ويستطعريت هيا السوداني لك بزغري تديك شبال ويستطعريت هيا السوداني لك بزغري تديك شبال ويستطعريت طبعا نافع نصدب على المكتب عشان كيدا قادر أغني باختياح يا ولد هيا ها 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 ه ه ها 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 ه 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 صح او لا صح انا قلتها قهوة وانت ماريا محمد محمد البكر كروما ايضا تقوم بالظلام وانت تكلم براحتك ايضا مانحنا نكون واضحين الزول يقوم بالظلوم وانت تكلم لانه لا يعرف وانت تكلم وانت تقولوا كله رأيت التحريض كما تقوم براحتك ايضا براحتك ايضا سوف ايضا وبراحة يا جماعة زول بيكبر يا جماعة ونحن ما يعني بنكبر لكن في فرق بلئينك يعني أنا الليلة الحمد لله الليلة أنا الآن دخلت في 47 سنة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما عندي أي مشكلة وإي شيء لكن الحفاظ تحافظ على نفسك كيف الحفاظ بالروح يا جماعة ما بشكل شفت روحك نظيفة نفسك نظيفة ما حاغت ما بتحسد ما بتأزلك إنسان ما بتخطط لي إنسان ما بتشيل في قلبك يعني تشيل الحياة السيئة كده في قلبك تنوم غضبان من زول تداعي الناس تخطط للناس صدقوني والله يا جماعة الحاجات دي كلها بالنوايا والله كلنا العمر سايقنا كلنا ماشين كلنا زي مقول ومنكبر ولا صغار ولا زول جامل ولا زول الحمد لله بس إنك كيف تكون نظيف من جواك كيف إنك كنت تكون نظيف أنا قاعدة أركز في مشكلة لا أركز في نبزني لا أركز في شكرني بحب الناس اللي بحبوني الزول الدايري إزيني بث حظما على ربنا فيه شوفت في الكومنتات دي لو الزول أسألي بث حظما الله فيه لكن أنا كونهم أفضلي لزول عشان أسيئوا ما ما ممكن أنت تكون جاهل وكون أنت سيئ أنا رد لك السيئة بسيئة أكون زيئك كان العالم دي كله يتحرك يا جماعة ما تركزوا مع الناس ما تشيروا في قلوبكم ما تهموا خليكم دائما ضحكين دائما خليكم ضحكين ومبتسمين خليكم قريبين لربنا بقدر الحاجة التي تقدروا لها أنتم تكونوا قريبين فعلا ربكم ما في مشكلتان في الحياة المشكلة من ابن آدم الماشي بيكون عيو شوفتوا طالما ربنا دقائب وأرواحنا دي لو كانت في يد البشر والله صدقوني الدنيا دي كانت عدمت لكن دائما دائما أحذروا ابن آدم الماشي بيكون عيو أحذروا وابتعدوا من الحياة الممكن يعني التضايقون وتوتركن كده بس دي الوصفة بضحتي أنا ما مركز مع أي شي ضار بالهم زي ما أقوله في الحيطة ما قاعد ركز في حاجة دهيما أنا عارفة إنه في عمري عندي عمور معين حعيش في حياتي ربنا كاذبوا لي العمر ده لي أنا أضايق وليه أزعل وليه أنا أقعد أشير في قلبي يا أخيمت عندك رأي فيني ما له أحطر مرايك يا أخيمت أسئت لي ده برضو راجع ليك أديتني حسنات وشيلت سيئات أنت بتدبر لي ربنا يمهل ولا يهمل والدنيا دوارة كما تدين تداني أي شيء تتعمل للزول لأخوك أو أي أزيب تأذيب أخوك ربنا كده كده تلف وتجيك في محلك فعشان كده أنسوا أي حاجة وخليكم روحكم تضي الأطفال أنا أصلي يوم من الأيام كبيرة بكبر في عمري بالسنين لكن روحيتي أصلي ما يوم من الأيام إذا عملت إنه أنا لو عبد الناس بتدعمل بالعمر كان زمان الواحد يعني ما عارف أقول لكم شنو لكن أنا لحد يوم الليلة حاسة بإنه في طفلة جواي ما طلعت زي الناس وعايز أقوم بصوت وعايز أضحك وعايز أهازر وعايز أعايز 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 أكده كفاية جدا بس اهتموا باروحكم مسخركم الخارجي شكلكم اهتموا باهو كل زول عائل شكلوا مسخروا حاجاتهم وخليكم طيبين كده وصلا ما يبقى طيبة الناس بتحبوه من غير أي يتكلوا صح أو ما صح يلا مغوم يا حبايبين نقفل من جبال ده أنا قفل كان باب كان قفلته المشكلة في ابن آدم المشي بكرعين فعلا المشكلة في ابن آدم لا تخافوا من زهر غير ابن آدم والله ربنا ربنا هذا حنين علينا أكتر من أمنا وأبونا الولدونا شوفت ابن آدم المشي كده المشي بكرعين ده أخطر حاجة إبلي ذاته إبلي ذاته تمحن في ابن آدم ومثل البنات عزماكي كسرة بمفروقة يا سلا لكن يا سلا البنات أنا تذكروا لي كسرة بمفروقة أنا جماعة ضعيفة قدام الكسرة والبلد في الوقت ده بالزات يا جماعة إن شاء الله يا ستة البنات يا ستة ون خشي على الآدمة بطعنا الصفحة واني وليت يساغن قوين والله بفاقيك يوم بيهيك أنا الضيوف يوم شوفتوا بعدين يتلمى مش مشوف لين شغل ونقدان نتلاقى بعدين في البروفة بعد الساعة كده خلي نشوف الضيوف دير كويس شيني جهوة دي أسكتا 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 لحد ما بعدين يتلاقى أراس؟ كل واحد يمشي يتغذى ويشرب لكم بيضة عصير يشربوا لكم موية ونستعيد ويلا يا الناس البنوناسبة الرصيدة كميلة أنا مشكلة ببنكة أقدمها بيجي على عبر الصفحة يا جماعة والله كنت تبرحت لكم نازل لكم يلا مع السلامة شوفوا الناس ذلك ما نضحطي معاهم